اقوى برنامج ممكن تمنتش به فيديوهات بالموبايل فيه عشرين واحد وعشرين برنامج فيه كل حاجة ممكن تحتاجها للمونتاج وبدون علامة مائية ومجاني ومش محتاج كمان تسجيل دخول كل اللي انت هتعمله انك هتنزل البرنامج وهتبدأ تشتغل عليه مباشرة بدون تسجيل ولا اي شي حرفيا تقدر تعمل المونتاج بالبرنامج ده بالموبايل زي المونتاج بالكمبيوتر ببرنامج قوي جدا واحترافي زي برنامج مثلا بيرمير انا بصراحة مش عارف البرنامج ده مجاني ازاي مع كل الامكانات دي كلها والبرنامج ده مجاني بصراحة حاجة غريبة جدا سيبك بقى من كل البرامج اللي انتو شغالينا عليها بالموبايل خلينا نركز على البرنامج ده بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب انا معاكم المهندس مهني سليمان اه لو انت اول مردخل قناة العلم والتكنولوجيا اشترك في قناتنا وفعل جرس على الكل اهي البرنامج ده لقيته فعلا فيه كل حاجة انت عايزها تقريبا يعني انت عايز تقص من الفيديو وعايز تعمل اي حاجة شوف انت المنتج اللي انت بتعمله بالكمبيوتر تقدر تعمله بالبرنامج ده كمان بيقدر ان هو يزيل الخلفية يعني كمان ده الشغل اللي انت بتقدر تعمله على الكمبيوتر اللي هو الكوروما لو انت مصور بخلفية او عايز تزيل خلفية الخضرة اللي وراك وتضيف اي خلفية تانية اي لون تاني تقدر تعمله او خلفية الوان يعني او انت عايز تعمل ازالة لخلفية الوان لصورة تقدر ان انت تضيف ايه خلفية تانية كل حاجة تقدر تعملها زي بالضبط برنامج احترافي تقدر تعمل من الالف الى الياء منتاج احترافي قوي جدا وسهل جدا على فكرة وبسيط خالص البرنامج هيكون الرابط موجود في وصف الفيديو ده هتضغط عليه وتبدأ تنزيله مباشرة بدون اي مشكلة وعلى فكرة مش محتاج منك انك نعمل تسجيل دخول ولا بايميل ولا باي شي بس كل اللي هو بس يطلب منك ان انت سماح بان انت ياخد صور من على الموبايل او فيديوهات عشان خاطر ايه زي اي برنامج تبدأ تضغط اوكي موافق يدخل معك على طول على الواجهة اللي قدامك دي كده يدي الواجهة اول ما تفتح البرنامج يكون بالشكل اللي قدامك ده على الشاشة بالضبط كده انا هبدأ اشتغل معك هوب الموبايل هبدأ ااخد فيديو من عندي تمام هبدأ ان انا اخذه على البرنامج وابدأ اعمل عليه منتاج وازبطه زي ما انا بزبط بالضبط انا شغل بصراحة المنتاج بتاعي كله بالكمبيوتر لكن انا هعمل معك ودلوقتي كل اللي انت بتفكر فيها تليه موجود في البرنامج يعني مثلا كان الناس بتسألني زي انك انت بتضيف على الفيديو بتاعك كلمة اشترك في القناة ومتحركة مش كلمة سابتة او لايك اللي بتيجي كده اشترك وايه سبسكرايب او اشتراك وتفعيل جرس ويجي ايه حاجة كده متحركة مع الفيديو كل ده نقدر نعمله هنا مع البرنامج ده خلاص لما انت تفتح البرنامج هيكون موجود بالشكل انت شايفه كده على الشاشة هتضغط على العلمة الزيكتدي كده تمام هذا هيبدأ ان هو يدخل على الفيديوهات اللي عندك هتبدأ تختار اي فيديو انت مجهز عنديك يعني انت مسور فيديو مجهز عنديك انا مثلا ده فيديو هو تاخده هيبدأ انه يحمله على البرنامج تمام كده بعد كده زي ما انت شايف على الشاشة بتضغط على علامة اللي فوق دي علامة الدايل اللي فوق دي كده علامة صح او يجي هنا رقم واحد وتبدأ تضغط على كلمة اد اللي تحت دي يبدأ ان هو يحمل الفيديو ده ياخده جوه البرنامج تمام كده هنتظر معاكم لغاية هو ما يحمل الفيديو وبعدين ابدأ ان انا اعمل عليه كل التأثيرات وكل شيء زي الكمبيوتر بالضبط زي ما انتم شايفين كده على الشاشة دلوقتي الفيديو بقى موجود قدامك اهوت على البرنامج تمام كده هبدأ ان انا بقى تضيف عليه اشياء وازبط عليه بحيث ان انا احصل على مونتاج زي زي الكمبيوتر بالضبط تمام كده طيب انا دلوقتي حاليا عندي مثلا لو انا عايز اضيف تيكست او نص يعني بضغط على تيكست دهية التي وبضغط بعد كده على تيكست تمام وبضيف اي حاجة عايزها مثلا اضيف مثلا اسمي مهني سليمان اهوت تمام كده خلاص انا ضفت كده ايه ضفت كده اسمي اهوت بضغط على ايه لو انا عايز اضيف اي افكت من هنا يعني شكل شكل الخط واشازي كده ممكن برضو اختار شكل الخط اللي انا عايز وممكن مثلا كده تمام واضغط وفيه اشكال كتيرة طبعا بس احنا ايه بندي امثلة بسيطة بحيث ان انت بعد كده تقدر انك انت تعرف الاشياء دي وتشتغل عليها انت بقى هتطلع اشياء كمان اكتر من اللي انا هقولها في الفيديو وتضغط على علامة الصحي دي كده يبقى كده ده خلاص كده موجود قدامنا هوت ابدأ ممكن اسحبه احطه في اي مكان انا عايزه اقدر ان انا اصغره كده اشدي كده بايدي بالشاشة يبقى انا احطه في المكان اللي انا عايزه مثلا كده مثلا ممكن احط اسمي قناتي احط اي شي انا عايزه طيب يبقى احنا اول حاجة تعرفنا عليها ازاي ان احنا نضيف نص على الفيديو تمام الحاجة التانية عايزين نعرفها ازاي ان احنا نعمل مثلا ايه نقص مسلا جزء من الفيديو او ان احنا نيجي عند منطقة معينة ونعمل فاصل بحيث ان احنا ممكن نقص جزء او ان احنا نضيف ترانزيشن يعني انتقال بين الجزء ده والجزء ده بشكل معين تعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي هنيجي عند اي منطقة على الفيديو على التايم لاين كده مثلا هنا كده واضغط على الفيديو نفسه تمام وابدأ ان انا اضغط على سبلت شايفين اسبلت اهو عمل لي علامة عبيضة قدامكم على الشاشة لما انا اضغط على العلامة دي كده حاليا مثلا ماشي بيقول لي هنا بقت ايه بيقول لي ترانزيشن اختار اي ترانزيشن من دول يعني انتقال في حاجات كتيرة جدا برنامج بصراحة فيه كل شي لو انا مثلا اخترت اي حاجة زي كده مثلا اهوت وبيقول لك بقى كم ثانية يعني انت عايز الفاصل الانتقال ده يبقى كم ثانية مسلا زوده كده واضغط اوكي تمام كده لو انا جت دلوقتي مشغلت قبل الفاصل واشوف هي بشكل عامل ازاي بصوا كده اشوفوا عمل ايه عمل انتقال من الجزء ده وجزء ده يبقى احنا عرفنا ازاي ان احنا نعمل او انتقال من جزء لجزء تمام ارجح كده تاني هنا من السهم ده كده اهوت تمام انا كده رجحت طيب احنا دلوقتي مثلا عايزين ان احنا نضيف اه ستيكر مسلا او حاجة زي كده زي مثلا كلمة اشترك حاجات موجودة جوه البرنامج واعرفكم بعد شوية ازاي ان احنا بقى نضيف ايه اللي هو اشترك في القناة والاشياء اللي احنا بنعملها كده على فيديوهاتنا اللي هي بتكون متحركة هوريها لكم بعد شوية نضيفها ازاي ويعني هتعرفوا كل شيء ان شاء الله بس خليكم معايا خطوة خطوة هتبدأ ان انت هتحرك كده هوت هنا ارجح كده من السهم هوت دي الموجودة تحت هبدأ ان انا احرك كده هوت شمال ويمين هلاقي عندي هنا في كلمة شايفينها اضغط عليها كده هلاقي هنا في عندي كتير جدا فوق هنا اهوت فيه ايموجي وفيه كل شيء لو انا حركت كده الشريط اللي فوق ده وجيت على علامة دي كده شايفينها العلامة ديت احاول ان انا اوضحها لكم في المونتاج هلاقي عندي هنا في عملية مسلا ايه في كلمة اشترك فيه لايك اهوت لو انا مسلا اخترت ده كده شوف يجي لي لايك هنا تمام واحركه في اي مكان انا عايزه ومثلا كده تمام كده واضغط على علامة صح يبقى ده ايه ده لايك موجود اهوت مع الفيديو تمام كده اهوت شايفين كلمة لايك لو انا عايز اضيف حاجة تانية برضو بش اي مشكلة اجي برضو هنا ارجع كده بالسهم كده واجي برضو هنا على ستيكر تاني تمام كده واجي مسلا انا عايز مسلا كلمة مسلا ايه اشترك في القناة او عايز مسلا الجرس اهو اهو شفتوا الجرس عامل ازاي اهوت اهو والجرس كمان بيجي متحرك على فكرة يعني الجرس متحرك اهو لو انا عملت علامة صح كده الجرس موجود في اي مكان في الفيديو قدر اضيف الكلام ده لو مسلا قدمت الفيديو كده شوية وجيت هنا كده وعايز مسلا شوف هنا الجرس عامل ازاي بص كده لو انا شوفه بيجي لك ارقام عليه كمان يعني ممكن اشغل كده تمام هوت بس طبعا عشان خاطر انا بعمل منتاج على الموبايل طبعا وكده شوف بص شايفين اهو بيجي اه وكمان اللايك كمان متحرك كمان ده كله مندخل البرنامج ومجاني لو انا جيت في ايه منطقة تانية كده مثلا وعايز اضيف كلمة اشترك في القناة ارجع اهدور هنا كده ارجع بالسهم ده اللي انتو شايفينه وااجه على برضو ستيكر هنا تمام وااجه مثلا اختار كلمة اشترك في القناة اهو اشترك في القناة اهيت وحطها مثلا في اي مكان انا عايزه اصغر واكبر كده بايدي زا ما انتم شايفين كده تمام? اهيت مثلا كده بالشكل ده كده اعديلها ممكن اعمل له روتيشن او احركها اه بزاوية معينة واضغط علامة صحة تمام كده لو انا جيت هنا وشغلت هوت اه تظهر لي بالشكل ده كده اشترك في القناة تمام? دي حاجات كلها من داخل البرنامج يبقى انا كده اقدر ان انا اضيف ارجح كده بالسهم اقدر اضيف هنا اي استيكر انا عايزه في استيكرز كتير جدا ممكن ان انا مسلا اخطار يموجي كده هو الاقي هنا في حاجة كتير جدا حاجة زي كده مسلا اهو اقدر اضيفها مع الفيديو في اي مكان انا عايزي واضغط علامة صحة اي حاجة انا اختارها اضغط علامة صحة عشان يتم اضافاتها مع الفيديو تمام? لو انا اي حاجة انا اضفتها من حاجات دي كده وعايز ان انا امسحها اب اضغط عليها كده تمام? واجه هنا لاقي في كلمة تحتها شايفينها مسحة تمام كويس جدا. فيه فلاتر طبعا يعني لو انا ضغطت هنا على كلمة الاقي هنا في فلاتر اقدر اختار الفلتر اللي انا عايزه ممكن اختار يعني اختر فيلتر زي ده مثلا شوفوا غيرلي في الالوان اهوت ممكن اختر فيلتر زي ده اختار اي علا اعايزه تمام كده اختر اي فلتر انا عايزه وابدأ ان انا ااضغط عليه مثلا كده هيبدأ اي اغيركل في كل شيء تمام في عندي هنا قلمة شايفين قلمة او اضغط عليها كده او الابعات بتاعت الفيديو مثلا اкрف فيديو لليوتيوب ولا فيديو للですねستجرام ولا فيديو الاي بالضبط انا عندي مثلا الفيديو بتاع اليوتيوب اللي واستاشر تسعة اهوت اضغط عليها كده انا شغال الفيديو تمام او لو انا عايز مسلا فيديو ليه انستجرام اللي هو الفيديو اللي هو بيكون الشكل طولي كده تمام? اضغط على التسعة ستاشر هكون بالشكل ده. طبعا انا هشغل دولتي الويتيوب اه كل كل الابعاد موجودة بتاعت الفيديوهات بتاعت اي منصة. كل حاجة اقلب هنا هتلاقي كل حاجة موجودة. فانا اختار ستاشر تسعة اللي هو الفيديو بيكون بالعرض زي ما انا بصور كده. يبقى انا كده دلوقتي اه اضفت نص للفيديو. لو انا عايز اضيف ستيكر للفيديو اقدر اضيف ستيكر. تمام? في عندي هنا برضو هنا لو ضغطت على كلمة زيت. تمام كده? اه لو ضغطت على كلمة زيت. تمام? بيجي لي اشكال زي ما انتم شايفين كده. لو انا اخترت اي حاجة مثلا في اي منطقة في الفيديو. تمام? مثلا زي دي كده. وضغطت على علامة صح. تمام? بتحمل معي هيت. بعد ما اتحمل هروح اجي اضغط على علامة صحة. زي ما انتم شايفين كده شوفوا عمل ايه? عمل شكل كده كده على الفيديو. اضغط على علامة صحة كده. تمام? يجيني بقى بالشكل ده كده. يعني انا شغلت من بداية من من قبل الشكل اللي انا اضيفته اهوت. شايفين? شوفوا جاني الشكل اللي بصه. يعني تأثيرات واشياء بصراحة كأنك شغال منتاج من الكوموتر بالضبط. تمام? يبقى انا كده عملت ايه? اه ضفت تأثير على الفيديو. كان فيه ناس بتسألني بتقولي انت ازاي بتضيف او الناس بتضيف ازاي? اللي هي كلمة تشترك في القناة والاشياء اللي بكون متحركة دي. انت المفترض تكون مجهزة عندك اللي هي اشترك في القناة دي تكون جهزة عندك. بتكون الخلفية بتاعتها خضرة. عشان ايه? علشان تقدر تعمل ازالة للخلفية بسهولة. تمام? بس برامج المنتج بالموبايل كان صعب انا ما شفتش بصراحة برامج اللي هو فيها الكروما اللي هو يقدر ان هو يحزي في الخلفية بتاعت اي حاجة بحيس ان اركب فيديو على فيديو. الفيديو بتاع اشترك ده انا عايز احطه على الفيديو ده. بس مش عايز الخلفية بتاعته تظهر. فانا اعمل ايه? اجي على اي منطقة في الفيديو كده. طبعا انا بقدر احركه في اي مكان. اجي على اي منطقة كده واضغط هنا على ايه? وقلب هنا كده تلاقي في حاجة اسمها شايفينها على الشاشة قدامكم. اضغط عليها كده. ولاقي هنا مكتوب يبقى انا كلمة اشترك في القناة ديت او الفيديو الصغير بتاع اشترك في القناة ده هكون احطه عندي. وانا حاول اصيبه لكم هسيب لكم برضو الاشترك في القناة ده اه في وصف الفيديو ده. تمام? طيب اضغط على كده اه طبعا انا حاطتها عندي قبل كده هيت. ابدأ اختار صحي كده عليها واعمل جاب هالي اهي. بس جاب هالي بالشكل انتم شايفينه ده بالمغطية على الفيديو. طبعا انا صغرها بالشكل اللي انا عايز وكده بايدي اهوت. بس انا مش عايزها كده انا عايزها تبقى بدون خلفية. عايزها بدون ايه? بدون خلفية. فانا عايز باتة زيل. ده الجميل في الفيديو ده بقى. ده الشغل الاحترافي. ان انا عايز ازيل الخلفية الخضرة ديت بحيث ان انا يبقى الكلام بس الموجود. يعني اشترك بس ده. شايفين? اللي هو اشترك بس ده يكون هو الموجود مع الفيديو. تمام? هعمل ايه? بكل بساطة. هضغط كده على الفيديو اللي هو اللي انا ضفته ده كده. اهوت. تمام? ارجح طبعا باك كده خالص. واضغط على الفيديو ده كده. تمام? اهوت? شايفين? انا مختار الفيديو ده اللي هو الايه? اللي هو الصغير بتاعي اشترك ده. وابدأ قل بتاعتي كده هنا. الاقي حندي حاجة اسمها ايه بقى? اسمها ايه? بصوا بقى دي الحاجة الجميلة اللي في البرنامج بصراحة. حاجة جبارة. بامانة يعني والله. اضغط كده على كرومة كي كده. تمام? بيقول لك اختار ايه? يعني بيجيب لي دايرة كده. اختار اللون دل انت عايز تشيله. ابدأ ان انا احطه كده في اي مكان على الاخضر ده. تمام كده? اهوت. واجه على كلمة شايفينها? اهوت. اهوت ديت. وابدأ ان انا اقدم لقدام كده. اهوت. ما عادش فيه لون اصلا. واضغط على علامة صح. بصراحة حاجة جميلة جدا. والله العظيم بامانة. انا مش عارف البرنامج ده مجاني ازاي. بامانة يعني. يا ربنا سهر الفترة اللي جاية ممكن يخلوه بعد كده مش مجاني. بصراحة ما عاربش. لهم الوقت اللي انا بشرح لكم في البرنامج ده ان هو مجاني. تمام كده? ابدأ اخدها كده في اي مكان انا عايزه بقى. ممكن اخليها مثلا كده. هنا. شوف بقى لو انا شغلت كده. لو انا شغلت. جيت من اهوت قبل الفيديو قبل اللي انا عملته ده كده واعمل تشغيل. بصوا. شايفين? بصوا اهو. نفس الشغل اللي احنا بنعمله عالكمبيوتر اهو. شايفين? اهو. متحركة وزي الفل. تمام كده? اهوت. بدون خلفية طبعا تحتها ولا اي شيء. اهو. بصوا شفت الشغل وشفت الجمال. طيب تمام جدا. يبا احنا كده قدرنا ان احنا نعمل الحاجة اللي كانت الناس بطلبها مننا. وانا هسيب لكم في وصف الفيديو ده ان شاء الله زي ما قلت لكم اكتر من من فيديو صغير للاشتراك ده. طبعا بيكون بالخلفية الخضرة بحيث ان انت تقدر تعملها ازالة وما تأثرش على الكلام المكتوب جوه الفيديو. فانا هسيب لكم اكتر من حاجة. يعني الحاجات الجديدة بتاعة 2021 اللي هو اشترك في القناة والاشياء دي كلها. هسيب لكم اكتر من حاجة ان شاء الله في وصف الفيديو ده. طب نفترض ان انا انا مصور الفيديو بخلفية خضرة. الخلفية اللي ورا دي مسلا خضرة. تمام كده? وعايز ان انا اعمل لها ازالة وحط انا خلفية تاني من عندي. انت برضو اقدر اعمله وباش اي مشكلة. انت بالضبط انت قدام برنامج زي الكمبيوتر. تمام? هتعمل ايه بقى سيادتك? علشان تزيل الخلفية اللي ورا ديت. تمام. بس خلي بالك ان تكون مصور بخلفية خضرة لان ايه? علشان لما يعمل ازالة الخلفية ما يشيلش اجزاء من جسمي. تمام كده? طيب انا هبدأ اعمل ايه? برضو هاضغط على اجعل اي منطقة في الفيديو كده. اي منطقة انا عايزها. تمام? طبعا اممكن ان انا اعمل مسلا الكلام ده مع جزء من الفيديو اعمله مع الفيديو كله. بس لو انا عايز اعمل جزء مع الفيديو لازم طبعا انا اعمل ايه? اعمل هنا اه اه اضغط على ايدت كده. واختار اس بلت. يبقى انا كده اعمال لي فاصل هنا. يبقى انا اقدر اشتغل على الجزء ده لوحده او اشتغل على الجزء اللي قبله لوحده. لكن لو انا عايز اشتغل على الفيديو كله ومش مشكلة مش لازم ان انا اعمل اس بلت خلاص هطبق على الفيديو كله. نفترض ان انا عايز اطبق على الجزء ده كده. تمام كده? طيب ابدأ ان انا ارجع باك كده هوت. واختار برضو نفس الكلمة اللي هي دي شايفينها? هيت. تمام? واعمل اد اوفر لي. اد اوفر لي واختار بقى ايه? واختار الخلفية او اللون اللي انا هستخدمه. انا مسلا عايز استخدم لون تاني غير اللون الابيض اللي ورايا ده. اقلب كده عندي اه هجب من عندي يعني يكون انا مجهز من عندي خلفية معينة. اجيبها مسلا من على جوجل اكتب كده خلفيات للمونتاج اتلاقي فيه الوان كتير جدا. اختار مسلا دي كده. تمام? حطها علي كده زي ما انا اغير عايز ان انا اغير اللون اللي ورا ده الاول عايز احزيفه خالص. عايز اخليها يعني زي صورة مسلا بي ان جي اللي هي ما فياش اصلا اه خلفية ما فياش لون ورا. تمام كده? ابدأ اضغط كده على الفيديو اهوت. تمام? واجي كده على نفس العلامة اللي هي اللي هي كرومكي. تمام كده? واجه عليها اهوت. اجي على اللون ده كده. وايه? واضغط على نفس اللي انا عملت قبل شوية. اهو. بس طبعا عشان انا مصور بخلفية بيه ده طبعا اياخد اجزاء من جسمي. لكن نفترض ان انا مصور بخلفية خضرة هيزلي بس الخلفية. بالشكل ده كده مسلا وعملت اوكي. تمام كده حلو? طب تمام. انا عايز بقى الخلفية دي تظهر وراي. يعني عايز الخلفية الزيال اي دي تظهر وراي. هاعمل ايه? ها اضغط على علامة دي شايفينها? اهيت? تمام كده? اهو. خليها اللي ورا. تمام كده? وابدأ ان انا اكبرها بقى خالص. اكبر ايه الليها دي الصورة نفسها? اهوت? شايفين? اهو. بصي شفوا شفو الجمال? طبعا انا الصورة بازت عندي او الفيديو باز عندي علشان انا انا مصور بخلفية بيضة. انت لو مصور بخلفية خضرة هيعمل لها ازالة و يبقى تماما تماما. شايفين? اهو. اهو. لو انا جتشك بتشغيل من قبلها كده اهوت? شايفين? شوفو ازالة الخلفية خالص تمام كده? طيب تمام كده كويس يبقى انا كده عملت ازالة الخلفية طيب طبعا ظهر عندي هنا كده كلمة وظهر اسم البرنامج اقدر اضغط عليه كده ما تفكرش ان فيه ووتر مارك ولا شيء مابيش ووتر مارك اضغط عليه كده واضغط على علامة دليت خلص كده مابيش اي مشكلة خالص يبقى انا كده عملت ازالة للخلفية وحطيت الخلفية اللي انا عايزها طبعا زي ما انا وضحت لكم ان انت الخلفية تكون خضرة لو انت فكرت ان انت تشتغل بالكوروما تمام لو انا عايز ارجح تاني باللون اللي كان موجود نفسه باجي برضو على هنا باضغط على الفيديو بتاعي كده هوت شايفين واجي هنا على اللي هو كوروما كي واخلي الانتنيست بتاعتي هنا خليها ازالة اول اه رجحتها الاول خالص خلاص كده بقى الفيديو راجع معايز الاول خلاص دي من افضل الاشياء جماعة في البرنامج ده بصراحة تمام لو انا عايز مثلا اضيف اللوجو بتاع قناتي لو انا عندي لوجو القناتي مثلا وعايز احطه كده مع الفيديو فوق ثابت من اول لاخر الفيديو مثلا اعمل ايه زي ما انا كده باعمل مع الفيديو بتاعتي بتلاقي اللوجو كده موجود فوق باضغط برضو باجي هنا على اي منطقة في الفيديو كده واضغط على الكلمة اللي هي نفس الكلمة اللي انا اخترتها قبل شوية اختارها كده واعمل تمام وكل ما جاهز عندي طبعا لوجو قناتي ابدأ ان انا اسحبه اهوت تمام اهو مثلا ده اللوجو اهوت ابدأ اخده كده واقول له اد تمام جاب لي اللوجو ها قدامي زي ما انتم شايفين طبعا اننا اللوجو ده مفروض اكون مزبطه كده تمام اقدر ان انا ازيل برضو الخلفية بتاعته باش هي مشكلة وابدأ ان انا صغره مسلا كده اهوت طبعا اللوجو يكون جاهز عندي اهو واخده مسلا في الجنب كده شايفين اهو نفس الشغل ده انا بعمله بالضبط في الفيديو بتاعتي فيه المنتاج بالكمبيوتر ببرنامج بريمير والله يعني تقريبا فيه كل حاجة والله البرنامج ده بل بالعكس انا حاس ان فيه حاجات اكتر من بريمير اصلا تمام طيب لو انا عايز مسلا ازيل الخلفية بتاعته برضو اضغط عليه كده اهوت تمام اضغط عليه كده واجي اجي هنا على اللي هو كرومكي تمام واجي برضو هنا على اه على ايه اضغط عليه كده اهوت اختار في اي مكان كده عليه تمام اهوت تمام اهوت العلق فيه هتلاقي فيه مربح صغير كده في المنتصف اجي اخطه في ايه في المنطقة اللي انا عايز ازيل ايه الخلفية بتاعته او اللون بتاعها تمام اهوت مثلا كده كده اهوت تمام كده واجه على انتنيستي هنا شوفوا بصوا اهو 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 بصوا شوفوا الجمال اهو طبعا ايه اه طبعا عشان خاطر اللوجو بتاع الخلفية مش خضرة فأسر على الوان بتاعته شوي واختر اوكي شوفوا بقى اللوجو موجود معايا تمام اهوت زي ما انا بعمل شغل بالضبط بتاعي اهو وصغر وكبر زي ما انا عايز ما بيش اي مشكلة خالص اللوجو يفضل موجود معايا طبعا اقدر ان انا اضغط عليه كده تمام واقدر ان انا اه امده بالشكل اللي انا عايزه تمام اهوت لو انا عايز امده مثلا او احركه من مكان لمكان ما بيش اي مشكلة خالص اقدر اجيه من الاول اه اعمل فيه اللي انا عايزه كله انا عايز امده كمان اجي كده واسحبه اهو شايفين شايفين اهو اقدر احطه من اول لاخر الفيديو تمام كده طيب لو انا عايز اضيف اي اصوات على الفيديو زي مثلا اه اصوات مثلا تسقيف اصوات حاجات كتيرة جدة مجودة اخذ الفيديو دي ومجانية اضغط هنا على اجف اي شوفه هنا فيه تحت تلاقي فيه اه في التايم لاين تحت فيه اد اوديو شايفينها اضغط عليها كده اد اوديو اهوت العالمة دي كده لما اضغط عليها كده يجي هنا ساونس سعيفين لأصوات اول واحدة دي? اضغط عليها كده. هنا في اصوات مجانية شوفوا لو انا اخترت حاجة زي كده مسلا? اهو تحت كتير اهو. لو انا اخترت حاجة زي دي؟ شوفوا. سننا معلي الصوت. كتبам? اختر مسلا حاجة زي دي. اي حاجة نعايز اهو مثلا كده. اي حاجة بقى من دي بقى. تمام كده? مسلا حاجة زي دي كده. المهم ان انت في كل الاسوات الموجودة اللي بتاعة دخلة الفيديو واشاء زي كده. اهو. تمام كده? طيب. ابدأ ان انا شايفين? اقدر ان انا اختار بقى هنا اي واحدة من دول. وابدأ اضغط على اد. اللي ازاقت دي. كده هيبدأ يضفها لي تحت. شايفين لو انا شغلت كده الفيديو? اهو. وقدر طبعا ازبط الليفل بتاعها طبعا. اضغط عليها كده. واجهنا على اهوت. واختار بقى الليفل اد اي. يعني ممكن اقلله كده بحيس. بص وصه. اهو. او عليها خالص. ممكن اقللها كده. ممكن اقللها بالشكل ده كده. شايفين? اهوت وضعت علامة صح. شوف. يبقى انا كده الكلام بتاعي طالع وفي نفس الوقت الكلام بتاع الايه? او الصوت اللي طالع لنا اضفته ده هيكون موجود. في بقى تسئف في حاجات كتيرة جدا تقدر تقدر تضيف اي صوت انت عايز اقول له بتاع المونتاج. تمام? طبعا لو انا عايز اضيف اي صورة على الفيديو في اي وقت مسلا صورة تظهر كده ولا اي شيء. باجي فاي مكان انا عايزه كده. مسلا انه مسلا عايز اضيف صورة مسلا هنا كده. بدغط علامة هذا دي doing this. شايفين علامة هذا دي كده? واختر الصورة اللي اعايزها من الاستوديو بتاع الموبايل يكون الصورة موجودة. تمام? مسلا اي صورة انا عايزها بقى يعني مسلا اختر صورة دي مثلا اهو تمام كده? هتبدأ انها اهتظهر معايا هنا. تمام? شايفين? اهي. الصورة هي. ابدأ ان انا موجودة مع الفيديو من فوق زي ما اضفت اللوغو كده. خلاص ارجع من هنا كده تاني. تمام? واضغط على ايه بقى تحت هنا? الاقي هنا. ارجع بالسهم هنا. الاقي اللي هو الاوبرلي. الاوبرلي انا بستخدم ها ديت ان انا حط حاجة على حاجة. اهوت. اوبرلي كده. واعدين اختار الصورة بتاعتي. اهو اد. تمام كده? تيجي الصورة بقى شايفين اهي اصغرها كده? كده موجودة. امكر انا بشرح مسلا ولا حاجة او انا بشرح اكلة او اي شيء. او اي حاجة بقى نحن نتكلم بصفة عامة بقى انت تستخدم برنامج في اي حاجة. تلاقي شو بزهر معي بالشكل ده. شايفين الصورة عامل بصوا يعني حاجة بصراحة من الاخر يعني. برنامج من الاخر. طبعا اجي كده في نهاية الفيديو هلاقي هنا كلمة ايه? وتلاقي مكتوب اسم البرنامج. شايفين? اهو. لو انا جيت على نهاية الفيديو. فطبعا اضغط عليها كده عادي خالص. افش اي مشكلة. واعمل لها اهو. ما فيش اي حاجة خالص. ما فيش مسلا اسم البرنامج ولا حاجة. لو انا عايز مسلا اقص جزء من الفيديو او حاجة زي كده اجي اقف اي مكان. عايز اقص مسلا الجزء العليمين ده. ابدأ ان انا اضغط هنا على تمام? واضغط على كلمة تمام كده? عمل لي هنا فاصل اهو. انا ممكن بقى اعمل اضغط على العلامة دي كده. واعمل من اي من هنا زي ما انا قلت قبل شوية. اول ان انا لو عايز امسح الجزء ده خالص. ابدأ اضغط عليه كده هو فاصلهولي خلاص. واضغط على كلمة شهله خلاص. تمام كده يا جماعة? يعني بصراحة محدش يقدر يتكلم على البرنامج ده في اي اي كلام مش كويس يعني. لو انا عايز اعدل على الصوت بتاع الفيديو نفسه اضغط عليه كده اهوت. تمام? ولاقي هنا عندي كلمة شايفين كلمة اقدر ان انا احرك ايه شمال ويمين? ويأحرك ويأعد في الصوت. لو انا عايز اعمل اقام اعمل برضو بشيء مشكلة خالص. يعني انا هنا اجي هنا لايه اقف اي مكان انا اعيزه ويألاقي هنا في كلمة اميشن اضغط عليها كده يقول لك عايز اميشن ان ولا اوت ولا ايه? اعيز شكل الانيمشن شكله عامل زيه? لو انا اخترت مثلا اه ان مثلا تمام كده واختار اي حاجة انا عايزها مسلا زي كده اوت ويقول لك او المدة مثلا اخترت حاجة زي كده وروحت مختار اوكي. يجي هنا باقي اعمل لك ايه? بصوا هنا لو انا شغلت كده. هنا كده. بصوا. شوف 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 عاملين ايه? عامل انيميشن كده للدخلة. يعني بصوا كأني بعمل منتاج بالتلفزيون يعني الفيلم يعني اي حاجة يعني. يعني منتاج احترافي في كل حاجة انت عايزها بدون وطر مارك بدون كل شيء. ومجاني وفي كل الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها مجانية. خلاص وكيه تمام? طيب انا خلصت الفيديو خلاص وعايز ان انا اصدر الفيديو او اخرجه علشان ارفعه على اليوتيوب. تمام? او على اي ممصة. يعني انا مضبط الفيديو بالابعاد طبعا زي ما انا قلت لكم. في هنا كلمة او ديت. انا زبطت خلاص التاشرة تسعة اللي هو لليوتيوب. صح كده? فانا عايز ان انا ابدأ ارفعه على اليوتيوب. هعمل ايه? هبدأ ان انا اضغط على السهم اللي فوق ده كده شايفينه? اضغط على السهم اللي فوق ده. بيقول لك بقى هنا في ربعمية وتمانين بيكسل في سبعمية وعشرين بيكسل في الف وتمانين. فمسلا نخليه مسلا الف وتمانين الف وتمانين اللي هو الفول اتش دي او ممكن نعمله اتش دي بس اللي هو سبعمية وعشرين او ممكن نعمله اللي هو الربعمية وتمانين ده اللي هو اس دي او ممكن نعمله الترا اتش دي او ما يسمى بالفور كي اللي هو الفين مية وستين. طبعا هنا مفيش الفين مية وستين هنا فيه طبعا اللي هو ايه? اللي هو اما اس دي اما اتش دي اما فول اتش دي. فخليه على الالف وتمانين بيكسل طبعا ده كويس جدا اللي هو الفول اتش دي. وطبعا الفريم ريت يعني اختار فريم ريت اللي انت عايزه تلاتين كويس مفيش هاي مشكلة. وبعدين ابدأ اضغط على اكس بورت. لانتم شايفين على الشاشة دي. اضغط على اكس بورت. يبدأ انه يخرج لي الفيديو. لما اضغط على كده. تمام? هيبدأ ان هو يعمل ايه? يبدأ ان هو يخرج الفيديو. وعلى فكرة سريع جدا في النوع يعمل اكس بورت. او يعمل ايه? يعني للشغل اللي انا عملته. شوفوا شغلت بسرعة وقت على الشاشة زي ما انتم شايفين. بعد ما خلاص زي ما انتم شرين كده على الشاشة ما الفيديو خلاص خلص ريندرينج او ان هو عامل اكس بورت او يعني خلاص صدر الفيديو. اه بيقول لك هنا شير تو تيك توك ممكن انا ابدأ ان انا احطه على تيك توك مباشرة او شير تو اذر بلاد فورمس لو انا عايز اختار اي بلاد فورم تانية. لو انا عايز اختار مسلا يوتيوب باختار اي حاجة تانية باختار ايه? او ان انا اضغط على وهيكون الفيديو خلاص موجود عندي هنا اهوة كده بعد انا برفعه من مزاجي انا. كده خلاص الفيديو خلاص موجود عندي على على الموبايل اقدر ان انا بقى تدخل بقى عادي خلص على السيديو اليوتيوب او من التطبيق اليوتيوب او من الكمبيوتر من اي مكان. وابدأ ان انا ارفعه وحط بقى السيو بتاعي والعنوان والوصف وكل الاشياء دي كلها. يا رب يكون الفيديو عجبكم لو انت اول مرة ادخل قرارات العلم والتكنولوجيا اشترك في القناة وفعل جرس على الكل عشان يصلك اشعار بفيديوهاتنا. وما تنساش تعمل اللايك الحال للفيديو ده. وزي ما انت شايفت كده البرنامج كويس جدا خد الرابط بتاع الفيديو ده وديه للناس. حطه على الفيسبوك وديه لاصدقائك. حطه على المنتدى عندك. يعني ساهم معنا في ان احنا ننشره لان البرنامج ده محدش يعرفه بصراحة واحنا انا نفسي لقيته بزروفها لان انا بعملش منتاج بالموبايل. لكن انا بصراحة ببحث عن برنامج كويس. فلقيت البرنامج ده قدامي. فقلت اعرفكو به. وتقدر تستفيد به بدل ما انت بتستخدم البرامج التانية اللي هو الكل ماستر والفيديو الشو والاشياء دي كلها. ده فيه كل حاجة انت عايزها. كل حاجة. وعلى فكرة انت ما تشتغل عليه هتطلع حاجات تانية كمان. انا ما طلحتاش في الفيديو. يعني انت هتقدر تطلع حاجات تانية كتير جدا. اكتر من دية. انا بس بديك الاساسيات. خد الرابط بتاع الفيديو ده و اديه للناس. اه عشان يشتغلوا عليه منتاج اه بالموبايل. يعني حطه على المنتدى عندك اه لو انت رافع فيديو اه اه حطه في التعليق المثبت اديه للناس على الفيسبوك. لو انت مسلا عندك صحاباتك في جروب او حاجة زي كده خد الرابط و اديه للناس بحيث ان البرنامج ده فعلا اه انا بصراحة انا لقيته بظروفها. يعني انا كنت بقلب كده وبدور على برنامج كويس مفيش فيه وطر مارك. وقدر ان انا عمل به شغلة زي الكمبيوتر خاصة ان في الوقت اللي احنا فيه ده معظم الناس بتستخدموا الموبايل. فقيته قدامي بظروفها. فانت حاول تنشره على قد ما تقدر علشان الناس يستخدموا. واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الفيديو. وايه رأيكم في البرنامج ده بعد ما تستخدموه. ولو اي حد قبله اي المشكلة يكتبلي في التعليقات وان شاء الله احنا بنرد على كل الناس. رابط البرنامج ده موجود في وصف الفيديو. وهسيب لكم كمان هحاول ارفع لكم اللي هو الكوروما او اللي هو الاشتراك في القناة والاشياء دي. اللي هو اشترك في القناة واللي هو السبسكرايب او لايك والاشياء دي كلها. هسيب لكم على قد ما اقدر اكتر من حاجة اه تقدروا تضفوها على الفيديو اللي هو زي اشترك في القناة ديت. في اكتر من شكل موجودين زي ما اكتبوا تشوفوا كده على الفيديوهات الاحترافية. فالحاجات دي كلها هسيبها لكم في وصف الفيديو وتقدروا تنزلوها وتقدروا تستخدموها مباشرة ومجاني. اشكركم وانتظروا مننا ان شاء الله فيديوهات كويسة جدا هتفيدكم ان شاء الله في عشرين واحد وعشرين. اشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.